خلة روح للسطاع مشاركين بي أكثر من خمسين الف شخص اسألتهم أنه هل هناك تدخل إيراني خلنا جاورك ساد محمد بالثلاثين ثاني اي والله راح أرجع لك راح أرجع لك راح أرجع لك راح أرجع لك وانطيك وقت لكن السطاع مشاركين بي أكثر من خمسين الف شخصية عراقية ستة plastic bagma مقتنع بجواب الأستاذ عصام حسين اقول الدكتور يحلل كوبايس اسألتهم أنه هل هناك تدخل إيراني أجبر كتائب حزب الله على تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية يا أستاذ كاظم 90% من المشاركين بهذا الستطاع يقولون نعم فبالتالي أكو قناعة لدى شارع العراقي بأن إيران هي من تهيمن على قرار الفصائل على الأقل لكن بـ 30 ثانية أستاذ كاظم لو سمحت أولا يعني على فرضية أن هذا العدد صحيح أن الـ 50 ألف صحيح على فرضية أيضا الموقف المتباين يعني ربما هي ضارة نافعة يعني الموقف المتباين للفصائل ينسف هذا الاستطلاع وهذا الاستبيان جملة وتفصيلا 90% أقصد 90% تنسف بالموقف المتباين ما بين يعني لأن النجبة عارضت موقف الجمهورية الإسلامية أو أن الكتائب عارضت بعدم التعليق يعني وبالتالي هذا الموقف هذا وأقول ربما ضارة نافعة دليل على أن إيران لا تدخل بقرارات فصائل المقاومة الإسلامية وإجازة على سؤالك عمر الحكومة العراقية بس اسمح لي أجابك على سؤالك بس بإجاز عمر الحكومة العراقية نعم يتأثر بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في مسألة الدولار التدخل بالشأن الداخل العراقي رفع قيمة الدولار الهيمنة وأنا أتفق مع أستاذ عصام حقيقة في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخرج من العراق لذلك على المفاوض العراقي أن يكون واضحا وأيضا حريصا بهذه الجزئية تحديدا على أن القوات الأمريكية لا تريد أن تخرج خلي أروح لأستاذ عصام حسين أستاذ عصام 90% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم هناك تدخل إيراني بقرار كتاب حزب الله العراقي بإيقاف عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية أستاذ عصام علق لي لكن بإجاز لو سمحت يعني حقيقة أنه الاستطلاع يبدو صحيح يعني بخيارات الناس صحيحة على اعتبار أنه كتاعب مقلدة للسيد علي خامنعي تعترف بولاية الفقية أو يعني تعترف وتقول أنه سيد الخامنعي لديه ولاية ولاية عامة على كل المسلمين فأعتقد أنه نعم جاء بضغط إيراني طيب دكتور يحي الكوبيسي يسمعني لو ما يسمعني لا أسمعك عزيزي أسمعك طيب دكتور يحي الكوبيسي بما أنه أنت غير مؤمن بهذه الاستطلاعات أتسأل سؤال وأريد الجواب بأقل من دقيقة هناك قناعة لدى شارع العراقي المواطن العراقي أنا أتحدث عن استطلاع شارك بخمسين ألف عراقي قناعة بأنه هناك تدخل إيراني أو تأثير إيراني كبير على قرار كتاب حزب الله علق لي لكن بإيجاز هذا المواطن العراق البسيط طبعا مو المحلل السياسي لا عزيزي أولا أولا استخدام يعني مفرددي تدخل يعني وهيمنة غير صحيح قرار هذه الميليشيات هو قرار إيراني نحن نتحدث هنا عن أحزاب إسلام سياسي عن أحزاب عقائدية تؤمن بولاية الفقيه وتؤمن أن ما يقرره الخامنئي هو ما يقرره الولي الغائب وبالتالي هذه يعني كأنه تريد أن تقول لي أنه كتاب حزب الله مؤمنة بولاية الفقيه ولكن النجباء ليست كذلك وهذا غير صحيح بالتالي نحن نتحدث عن قوة هي تعترف بأنها أدوات إيرانية وهي تعترف أن ما يأتيها من قرارات من القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية السيد الخامنئي بموجب الدستور الإيراني طبعا أوامر إلهية أوامر عقائدية لا يجوز الوقوف بوجهها بالتالي ليغيروا عقائدهم أولا حتى نتحدث عن تباين بالمواقف